العالم في منزلة عظيمة جداً مش بس العالم بالعلم الشرعي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقاً يلتمسوا فيه علماً مطلقاً مش العلم الشرعي من سلك طريقاً يلتمسوا فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ودي زي ما بقول لحضرتك دي أساسيات لابد أنها تكون موجودة علشان تبقى كيميائي أو تبقى فيزيائي أو تبقى رياضي أو تبقى طبيب أو مهندس أو لازم تمر بهذه الأساسيات قبل أن تصل إلى مرحلة التخصص كان حركة سألتني سؤال قبل ما نعلم مين اللي ينعم بنعمة العلم يا مولانا؟ أكثر واحد بيشعر بنعمة العلم من أنعم الله به عليه مش الجاهل بالمناسبة ومش اللي فقدها مش زي باقي النعم يعني فيه نعم كتير نقولك مش هتحس بيها غير لما تفقدها مش هتتوجع قوي غير لما تفقدها العلم لا العلم قد يفقده الإنسان أيضا نعم بس مش هيحس بإمته غير اللي بيعلم فعلا واللي بيتعلم فعلا العالم أكثر واحد يشعر بخيمة العلم نعم لأنه كل يوم بيكشف جديد وكل يوم بيزداد وكل يوم بيقترب من الخالق أي مكان العلم اللي بينظر إليه الكون ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه آيات تدل عليه وسخر لكم الليلة والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يتفكروا وينظروا ويبحثوا حتى يصلوا إلى المولى سبحانه وتعالى كنت عايز أحكي لي قصة واحد يمكن عامة الناس ما تعرفوش وإن كان هو مفخرة للدولة المصرية علمنا يا مولانا وهو المرحوم مولانا الشيخ طنطاوي جهري الشيخ طنطاوي جهري هذا توفي سنة أربعين ألف وتسعمائة وربعين وكان ملقب بحكيم الإسلام الشيخ طنطاوي جهري بالمناسبة رشح لجائزة نوبل رشحوا لها الدكتور علي مصطفى مشرفة العالم المصري الشهير لأن الشيخ طنطاوي جهري كان له أبحاث في السلام وعمل نظرية معينة في السياسة الدولية وفي السلام وكتب فيها ولفت أنظار العالم كله وترشح لجائزة نوبل سنة تسعة وتلاتين ولكن توفي سنة أربعين فما تمش اختياره ونوبل ما بتعطاش إلا للأحياء نعم فيمكن كتير من الناس ما ستسمعش عن الشيخ طنطاوي جهري اللي سمي بحكيم الإسلام كنا عنه يا مولانا لسبب الشيخ طنطاوي جهري كان طبعا عالم مؤسس من الجيل القديم ده موليد 1800 أو آخر 1800 يمكن مولود سنة يعني سبعين 1870 ومتى أربعين يعني عاش له كده سبعين سنة الشيخ طنطاوي جهري كان مهتم جدا بالعلوم الطبيعية وبفلسفة العلوم عمل ألف كتاب رائع مطبوع اسمه بهجة العلوم في الفلسفة ده تكلم فيه عن الموسيقى وتكلم فيه عن الفلسفة اللي ورى الموسيقى والألحان مش مجرد بس المقام ده شكله ايه وبيؤدى ازاي لا تأثيره على الإنسان ايه وفلسفته كمان معاني الفلسفية في الموسيقى وقال في كتب عديدة في بيان آيات الله في هذا الكون من الناحية العلمية لدرجة انه عمل تفسير في 26 جزء اسمه تفسير الجواهر قاعد يشتغل عليه يمكن بعد ما طلع على المعاش إلى سنة 35 من 22 إلى 35 تقريبا تفسير الجواهر ده تفسير علمي بامتياز مطبوع طبع مصلح والحلبي وموجود تفسير كله بيعنى ببيان أوجه إعجاز الله في الكون لدرجة انه حطت فيه صور هذا فيه صور حيوانات وصور نباتات وكذا آخره تفسير عجيب الشيخ حب انه يقدم لنا نموذجا جديدا للتفسير مش تفسير بالمأسور ولا تفسير باللغة ولا تفسير مبني على الأحكام الفقهية إنما تفسير مبني على إبراز آيات الله في الكون وده ضرب من ضروب العلم الذي يقرب إلى الله العلم الشرعي يقرب إلى الله وكذلك العلم الطبيعي يقرب إلى الله إذا الإنسان وفقه الله وفتح عينه فرأى الخالق في الأول وفي الأثناء وفي الآخر وفي الآخر